تعاني من مشكلة تضخم الذاكرة في هواتف الاندرويد تقوم بمسح الملفات من جهازك لكن لا يحصل تغيير هاتفات كبيرة تقوم بحثها ولكن تبقى الذاكرة ممتلئة هذه المشكلة تحصل معي أنا شخصيا وأنا أستخدم هاتف الاندرويد تقوم بالبحث عن ملفات كبيرة لا تجدها لاحظوا معي يا عزائي هاتفي يحتوي على ذاكرة داخلية بحجم 128 جيجا بايت لكن بالرغم هذا تمتلئ الذاكرة بسرعة أقوم بالبحث على الملفات الكبيرة لا أجد ملفات كبيرة نسحت أغلب الأشياء الطريقة هي كالتالي نذهب إلى ضبط الهاتف من طريق هذه العجلة المسننة أو باختصار نذهب إلى Optimizer نجدها من الضبط ونجدها هنا بالأيقونات سوف أدخل عليها من الأيقونات بإمكاننا عمل Optimize هذه هي تخفف الحمل عن الجهاز نختار Done الآن نذهب أعزائي إلى إيقونات Clean Up لاحظوا يقول عندي ذاكرة 97% ويقول لي أنت مستخدم حوالي 125 جيجا بايت من ال 128 جيجا بايت التي لديك لاحظوا معي يا عزائي أكبر الملفات المستخدمة لديه هي 9 جيجا بايت للتطبيقات 1 جيجا بايت للواتس أب فأين ذهبت ال 128 جيجا بايت سوف أريكم الآن أين اختفت ال 128 جيجا بايت الصور التي قمنا بمسحها من الجهاز قد تجمعت هنا بشكل احتياطي وهي عبارة عن أحجام كبيرة جدا إذا كنا لا نريدها مرة أخرى فبإمكاننا بكون سهولة تأشيرها ومسحها لاحظوا معي أشرت 5 ملفات هذه الخمس ملفات تعطينا تقريبا 13 جيجا بايت سوف أمسحها يحذرني بأنها سوف تحذف للنهاية من الجهاز أضغط نعم أكذا قمت بتخفيف جزءا كبيرا من الذاكرة إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا المتابعة واللايك ثم دويتو وأكسبور على التيك توك